السلام عليكم شواري ورؤيتكم فيديو جديد والمرة عندنا هاي اللابتوب ال HB مثل ما تشوفون هاي اللابتوب طبعا موديل تترك لكم على الشاشة لانه استيكر من الموديل تحت البطارية مشكلة هاي اللابتوب لما تربطها على الشحن مثل ما تشوف يشتغل ضوي الشحن اللابتوب تشحن تجي تشغلها في هذا الشكل ندوس على زر ال Power طبعا ما دوس على زر ال Power يشتغل الضوء الضوء ثواني وبعدين يفصل مثل ما شوفون هنا ايضا ضوء التشغيل بهاي الصفحة لما ندوسها يصير بينارة يشتغل ثم يرجع مباشرة طبعا الضل الحالة هو يعليق ويطفع يعليق يطفع الجهاز مثل ما شوف ينهض ويطفع وضوء الشاحن ايضا يرمش بهذا الشكل شنو مشكلتها من شون ممكن يكون السبب هذا الشي راح نتعرف عليه تصليح هذا الجهاز فاخليكم وهي انا نفكرك اللابتوب شوف ونشوف شو المشكلة هاي اللابتوب طبعا على الارجاح اللابتوب جاي تنهض ولكن جاي يواجهها انصر معين في دائرة معينة بي شورت او بي مشكلة هو اللي هذا جاي يسبب انطفاء الجهاز بعد اخلاعه هذا يعتقل من المشاكل الصعبة ولكن خلي معنا انتشائم خلي نتفاعله ونقول ان شاء الله شغلة بايوز او شغلة كيبورد خربان او شغلة مثلا اكسدا في دائرة معينة نتفاعله بعد ما فققنا اللابتوب خلي نحاول نشغلها مرة ثانية بعد ما طبعا نشينا الكيبورد والتوتش باد او القسم العلمي رفعنا نجي نشغل في هذا الشكل نفس الشي شراب مثل ما شوفون الضوء هنا عن ضوء التشغيل يشتغل بفان ايضا تفر بعد ما رجاء يطفجز مباشرة مثل ما شوفون الضوء تبوتلوب زين خلي نفصل او نفصل الهارد محتمل يكون مثلا مرات سلويت شكال نصف الفلكس الشاشة ممكن يكون بشورت ايضا خلي نجي نشغل المدربورد واحدة يعني مدربورد فقط يضعف الى هذا الكارت الجالبة حتى نعرف عن طريق نارة نعرف البورد من هذا او لا فخلي نجي بسم الله نفس المشكلة اذا لا بالفلكس ما على الشاشة ولا بالهارد بسكو مشكلة الهمجة ينهض يضخوا مرة ثانية مباشرة الشباب مثل ما تعرفون انه مراحل بالمثل عدة مراحل المرحل الاولى مثلا الوضع الستاند باي يكون عندك على المثلوب تظهر على زر التشغيل 3.3 تظهر عندك على الآيو تشيب 3.3 الخمسة فولت تكون موجودة على المدربورد يعني بور سبلايز اللي خاصة بال3.3 والخمسة فولت تكون شغالة بضع الستاند باي لما تجد تضغط على زر التشغيل بحالة اقلاع اللابتوب ينتقل الى مرحلة اخرى هاي المرحلة راح يكون بها عدد من البور سبلايز شغال بعد ما تفتح اللابتوب تشتقر يكون عدد اخر من البور سبلايز شغال هاي المراحل مراحل عمل اللابتوب مراحل التشغيل مراحل اطفاء مراحل ستاند باي هاي المراحل كلها لكل مرحلة عدد معين من البور سبلايز تشتغل حتى تغفي هاي الدوائر و فولتيات معينة تظهر وتخطيف انا بتوقعي انه هاي المشكلة سببها انه فولت فولت الستاند باي موجوده مضبوط واللابتوب جايت نطيك امكانية انه تشغيلها بعد تشغيلها بعد ما تظهر بولتيات اخرى كانت تكون بولتيات الجي بيو او بولتيات مثلا خي نقول تشغيل اهامر معينة او بولتيات مثلا خاصة باشارة الشاشة حتى تستقبل المعلومات اهنا جاي يصير عندنا القطع او المشكلة قد تكون ايضا المشكلة في دائرة الرامات لانه دائرة الرامات هي ايضا مو بالستاند باي تكون موجوده بعد اقلاع الجهاز تظهر بولتيات على الرامات فخلي نفكك البورد بشكل كامل ونفحص ونتأكد شنو المشكلة او شنو ممكن تكون المشكلة ممكن هذا الكارت ايضا يكون بشورت فخلي نشغل مرة اخرى ايضا نهضة طفعة الفان عن طريق الفان عرفنا قبل ما نتعمق بالفحص وندوق روحنا شباب اول شي خلي نجي نسوي خلي نجي نصفر البايز عن طريق البطارية مع البايز خلي نزعها بهذا الشكل ونلامس الاخطاب السالب والموجب مع بعض حتى نضمن انه تفرغ الشحنات بشكل كامل الشحنات الموجودة على المكثبات حاليا نجي نحط البطارية مرة اخرى نجرب مرة الاخ بسم الله نفس الشيش هاب مثل ما شوفون يقلع و يضفع يقلع و يضفع لا يختلف شي هنا مشكلة نمو الموت من شاء الله التصفير سبايز مع ذلك خلي ننزع البطارية نحطها على الجنب ما نحتاجها حاليا نجي نشتبه بالرام و نمكن نكون الرام بي شورت بعد ما جاي يصل للفولت بعد ما ينهض المالبورد و ينتقل من المرحلة الستاند باي إلى مرحلة التشغيل ممكن نكون من الفولتية تعبر على الرامات لا يصير لديك هذا الخير فأخي نضفع الرام جاري الشكل و نجي نشغل الجهاز مرة أخرى حاليا نجهز بدون رام خلي نشوف يشتغل او لا نشوف يشتغل الجهاز شورت بالرام مثل ما اتبهتوا شباب جهاز أقلع حاليا و لكن حتى نتأكد خلي نحط رام بديل لهذا الرام حتى نعرف شنو الرام نرفع هذا الاستيكر من هذه المنطقة طبعا طبعا الرام 80 جيجا بايت PC3L او DDR3 لو بولتاج طبعا 12800S مثل ما تشوفون راح نجيب رام مشابه له ثواني هذا رام مشابه للرام اللي على الابتوب سنحط مكان الرام القديم و يشوف المشكلة راح تكرر اولا بسم الله بسم الله حظر عن المكروفون ماشي نحط نفس الرام جيبنا شباب متى ما شبتو هذا خليناه و ربطنا الشاحن خلينا نجرب و نشوف حسر نفس المشكلة اولا شغلنا اللابتوب اشتغل الشباب خلينا نتأكل انه راح ناخذ صورة اولا لابتوب شغاله مثل ما شوفون بدون مشاكل مشكلتنا كانت بالرام بشورت بعد ما تنهض اللابتوب تواجه الشورت اللي موجود على الرام فتفصل و تطفي مباشرة حس بعد ما بدلنا الرام برام جديد خلي نرجع رجع المتربورد على الكيس بهذا الشكل ونشغل او نشوف راح ناخذ صورة اولا ما راح اخلي الهارد حتى لا يفتح ويندوز سعب بس احص الصورة حتى لو بالبايز فنربط بس فلكس الشاشة وهذا الفلكس الجانب يعني ما نعرف اشتغر او لا عن طريق النارة نجي نربط الشاحن بهذا الشكل بسمي بسم الله شغلنا شغلنا اللابتوب شغلنا مثل ما شوفون هنا ضواء مع التشغيل والفان شغاله خلي نشوف نحص الصورة اولا ممكن ان تتأخر عرض الصورة اللي انه صفرنا البايز خلي نشوف ومتل ما شوفون شباب ارضت صورة بشكل طبيعي ولكن بها اشكالات بالعرض ثوانا خلي نتأكد اكتماد تكون الفلكس مع الشاشة مو قاعد بشكل جيد عاليا رجعنا بتاكس الشاشة بمكانه خلي نشيك مرة اخرى بطارية البايز ما رجعناها فراح يصفر البايز مرة اخرى فمتل ما شوفون شباب فتحت اللابتوب بشكل طبيعي وانطط صورة وكان السبب هو شورت بالرام متل ما شفتوا بمجرد نزع الرام اللابتوب اشتغلت وبعدين عوضنا رام بدل الرام اللي عليها وعرضت صورة بشكل طبيعي هذا كل شي اللي عندي فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد شكرا لكم طبعا بعد ما استقطعت تسجيل الفيديو ارتئيت انه انظف الرام القديم لعله هو عسى يكون مثلا متالف فبعد تنظيف الرام القديم طبعا نزعت الرام الجديد اللي أنا خليتها هذا البوكس مالتا ورجعت الرام القديم اللي كان عليها نظفته بالثنر مثل ما شوفنا هذا الثنر وهذه الفرشة وعدنا قطعة كلينيكس نظفته بشكل جيد ونظفت السوكيتات مارتا اللابتوب اشتغلت مثل ما شوفون الرام اللي عليها حاليا هو الرام القديم اللابتوب اشتغلت ولكن ما قدرت احصص الصورة للا لعله انه الرام تارف ووجب استبداله مثل ما شفتو تحياتي لكم